أصول دخول جهنم أربعة أمور وأصول دخول الجنة أربعة أمور كل شيء مبين في القرآن لما سأل أهل النار أهل الجنة ما سلككم في سقرة اقرأوا معي قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا إذن هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول النار الأربعة المعاكسة هي أسباب كبريات دخول الجنة قد أفلح المؤمنون هذه يقابلها نكذب بيوم الدين الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين والذين هم عن الله ومعرضون يقابلها نخوض مع الخائضين والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياتي يطلعوا الكنز يطلعوا ما فيه كل قضية محلولة في القرآن بس نحن نمثل دور المحامي الغبي المسلمون يقومون بدور المحامي الغبي المحامي إذا كان لا يفهم إذا أخذ قضية ماذا يفعلها؟ يخسرها بيعها المسلمون بالنسبة لدينهم يمثل دور المحامي الذي لا يفهم نحن نجفل الناس عن الإسلام لا يجوز يأخذ الكتابة بقوة لا بد أن نتعلم لا بد أن نعمل لا بد أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا وبعدين نحن ما لنا الشغل نقوم بالأسباب والباقي على الله